في مقالة كتبها موسيفيني موسيفيني ده رئيس جمهورية اوغندا وهي واحدة من الدكتاتوريات الصغيرة يعني الموجودة في افريقيا وموسيفيني ده في الحكم من قبل ما مبارك يمسك رجع لي بس كده قصة حسان الاول مش هتفهم سياق المقال ده غير لما اقولك الحتة دي مصر داخل مؤتمر المناخ باجندة افريقية يعني ايه يعني بتتكلمش باسمه مصر بس بتتكلم باسم افريقيا كلها وزي ما قلنا لحضراتكم على هذه الشاشة انه مصر بالطالب سمح شكرا تحديدا وهو وزيرة البيئة المصرية بيطالبوا ب330 مليار دولار ييجوا لأفريقيا علشان افريقيا تعالج قضايا المناخ جواه الاطار العام هو كده في المؤتمر والحديث العام على الاقل الدبلوماسية المصرية بتقدموا بالطريقة دي في المؤتمر واحد من قيادات الدول الافريقية اللي مشاركين في المؤتمر نزينا حتة نزة كتب مقالة في النيوزويك شديدة الاهمية ليه بقى شديدة الاهمية لانه بيقول لك التالي بقى بيلاقح على واحد صاحبنا في عضو برلمان شبهه انتو عارفينه بقى قالك عندما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات وبدون زره من الوعي الذاتي او الشرف فليس من المستغرب ان يطلب بعض نزرائي تعويضات او صدقات في الحقيقة هو استخدم كلمة يعني تقدر تقول بقشيش كده لكن هذا هو اخر شيء يحتاجه الافريقى او يردونه اكثر من غيرهم ان التقليل من المعايير المزدوجة الواقحة هو ما نرغب فيه هو بيتكلم عن المعايير المزدوجة ما بين الغرب يعني وما بين الافرقى الى جانب رفع الحظر المفروض على استثمارات الوقود الاحفور لافريقيا نفسها حتى نتمكن من تلبيت احتياجات شعبنا بيقول لهم باختصار انه فيه قائد افريقي من دولة انتو عارفينها ماشي في المؤتمر يشحت في مرة تانية كده لازم نبص مع بعض اغاندا اقتصادها عامل ازاي عدد سكانها عاملة ازاي تخيل الراجل الاغاندي ده بيتطريق على راجل تاني نعرفه كويس مش بس بيتطريق بيكتب مقالات ويشير اليه دون ان يشير اليه